اشتركوا في القناة بذلت جهودا مضنية مع الدول الفاعلة والمنظمات الدولية لوقف الحرب منذ بدايتها قتلت اسرائيل حتى تاريخه اكثر من 11 الف مدني 70% منهم من النساء والاطفال في حملة تطهير عرقي وابادة جماعية وعنف ممنهج على مرأة ومسمع من العالم اجمع عنف ودم يزرعان الكراهية لاجال قادمة شهر كامل ونحن نطلب من القوى الدولية ومجلس الامن ان يعفي المدنيين الفلسطينيين من شر الحملة الانتخابية الاسرائيلية البشعة والمجلس يفشل المرة طول الاخرى باسرار قوة معينة على عدم تقييد ايدي اسرائيل في الرد على عمليات 7 اكتوبر بل وعلى توصيف ما تقوم به من مجازر وحشية بانه دفاع عن النفس صحاب الجلالة والفخامة يا السموي لدي ثلاث نقاط قصيرة جدا ارى اهمية في التأكيد عليها اولا ان الوقف الكامل لاطلاق النار هو اولوية ينبغي ان يعمل كل من له قدرة على السعي لتحقيقها ثانيا التهجير القصري بكل صوره لسكان غزة او الضفة او القدس الشرقية هو جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي الانساني وهو مرفوض من الفلسطينيين والعرب والعالم ولكن قوة التطرف الاسرائيلية بخيالها المريض لا ترغب في التخلي عن تمنياتها بعمل ترانسفير تاني وهو امر لن يتحقق ولن نمكنهم من تحقيق امنياتهم الفاشية ثالثا واخيرا لا حديث عن مستقبل غزة بالانفصال عن مستقبل الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة فهذه هي عناصر اقليم الدولة الفلسطينية على اساس خطوط 4 يونيو 67 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة